حقول البيانات field عبارة عن أنواع خاصة من البيانات التي يمكننا إدراجها داخل المجتمد ويمكننا إدراج هذه الحقول في أي جزء من المجتمد سواء في الجزء header أو في الجزء footer أو في أي مكان داخل الشفحة ويوفر لنا البرنامج العديد من حقول البيانات مثل الحق الأخاص بإسم المؤلف author field أو الحق الأخاص بالتاريس date and time وغيرها من حقول البيانات المختلفة ويتم إدراج حقول البيانات المختلفة بفتح القائمة المصدلة insert واختيار field فيظهر المربع الحواري field الذي يعرض قائمة بجميع أنواع حقول البيانات التي يمكن إدراجها داخل المجتمد فنختار نوع الحق الذي نريده ونضغط OK وسوف نتعرف في هذا المثال على كيفية إدراج التاريخ والوقت time and date إلى المجتمد فنفتح القائمة insert ونختار date and time وكما نرى أن هذا المربع الحواري يحتوي على عدد من الإعدادات الخاصة بطريقة عرض التاريخ والتوقيت فنختار التنفيق الذي نريده ثم نشغل الاختيار update automatically لإدراج التاريخ داخل حق البيانات مع تحديث التاريخ والوقت تلقائيا عند فتح أو طباعة الملف وفي حالة عدم تشغيل هذا الاختيار سوف يتم إضافة التاريخ على صورة كتابات text ولن يتم عمل التحديث عند فتح أو طباعة الملف في القائم والآن نضغط OK وفيما بعد إذا أردنا إجراء أي تعديلات على هذا التاريخ نضغط فنفتاح المعوصة الأيمن على حق التاريخ ثم نختار edit field من القائمة المختصرة فيظهر مربع حواري field وكما ذكرنا من قبل أن هذا المربع يحتوي على جميع أنواع الحقول التي يوفرها البرنامج ونضحظ أن الحق الحالي والتنفيق الخاص به في حالة اختيار داخل المربع الحواري فنختار التنفيق الجديد ثم نضغط OK فيثم تعديل التنفيق الخاص بالتاريخ وفقاً لما تم عمله في المربع الحواري وسوف يظهر هذا التنفيق الجديد بعد ذلك عند فتح المستند باستخدام نظام العرب print layout أو نظام العرب web layout وكذلك عند إجراء عمليات الطبعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر